أنتقل إلى مطار الكويت الدولي مع زميل يوسف صفر يوسف يعني مع قرارات مجلس الوزراء الجديدة التي صدرت بالأمس والخاصة بإحفاء بعض الفئات من الحجر المؤسسي كيف تسير عملية الطيران في مطار الكويت الدولي؟ نعم كل شكر لك زميلتي ومسي عليك بخير ومسي علي السادة المشاهدين مثل ما أكدت من خلال تواجدنا الدائم في مطار الكويت الدولي ونرصد لكم كل ما هو جديد من القرارات سواء من مجلس الوزراء أو السلطات الصحية أو القرارات الأخيرة من قبل الإدارة العامة للطيران المدني بخصوص الرحلات التجارية بالنسبة للقادمين أو المغادرين من دولة الكويت أو المغادرين القادمين إلى دولة الكويت والمغادرين من دولة الكويت إلى دول أخرى القرار قبل الأخير كان هو كالآتي وهو دخول فقط المواطنين الكويتين إلى أرض دولة الكويت ويتم الحجر المؤسسي لهم لمدة سبعة أيام ومن ثم الحجر المنزلي أيضا لمدة سبعة أيام أما بالنسبة للمغادرين في شكل عام فهو لا يختصر فقط على المواطنين ولكن من مواطنين ومقيمين اللي يحب أن يغادر إلى أي مكان يود السفر فيه يقدر أن يسافر دون أي منع في خصوص هذا الشيء بالنسبة لقرار مجلس الوزراء الأخير الذي صدر في الأمس وهو يخص فقط لغير القادمين إلى أرض دولة الكويت بالنسبة للمواطنين الكويتيين فقط أما ما زالت القرارات مستمرة بالنسبة للمغادرين فهي مرة أخرى للمواطنين والمقيمين على أرض دولة الكويت اللي يحب يغادر ما في أي إشكالية ولكن بالنسبة للقادمين فهي تقتصر فقط الرحلات على المواطنين الكويتين ولكن ما استجد من جديد هو بالنسبة للحجر المنزلي والحجر المؤسسي في شكل عام عندنا الذي تم إعفاء من الحجر المؤسسي هو رقم واحد من حصل على جرعتين من اللقاح ومضى على أخذ هذه الجرعتين أكثر من أسبوعين رقم اثنين من حصل على جرعة واحدة من اللقاح ومضى عليها أكثر من خمسة أسابيع رقم ثلاثة من تعافى من الإصابة بفيروس كورونا وحصل على جرعة واحدة من اللقاح ومضى عليها أكثر من أسبوعين عزاء المشاهدين حول تواجدنا أيضا في مطار الكويت الدولي وتأكيد على هذه القرارات وتطبيقها على أرض الواقع في مطار الكويت الدولي في هذا اليوم يسعدنا أن نستضيف معنا المهندس سعد الأتيبي المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للطيران المدني ليؤكدنا هذه القرارات الأخيرة التي تم إصدارها من قبل مجلس الوزراء وتطبيقها على أرض الواقع في مطار الكويت الدولي مهندس سعد يأتيك العافية قلنا إحنا قرارات في شكل سريع وعلى عجالة ولكن نعطي للسادة المشاهدين تطبيق هذه القرارات وعلى لسانكم أنتم من قبل الإدارة العامة للطيران المدني خلال تطبيقها في هذا اليوم وشين هي القرارات في شكل عام بالنسبة للقادمين من المسافرين إلى أرض دولة الكويت نعم فعلا صدر قرار من مجلس الوزراء في جلسته البارحة هذا القرار يتحدث عن تخفيف الإجراءات على المسافرين القادمين إلى مطار الكويت الدولي ومن أبرزها هذه القرارات هو إعفاء كل من تلقى اللقاح المعتمد لدى دولة الكويت ولدى السلطات الصحية في دولة الكويت ومثل ما ذكرت أخوي يوسف فعلا ثلاث فئات الفئة الأولى هو من خذ جرعتين ومضى على الجرعة الأخيرة أسبوعين يستطيع السفر والعودة بدون حجر مؤسسي ولكن يخضع للحجر المنزلي لمدة سبعة أيام كذلك الفئة الثانية هو من أخذ جرعة واحدة ومر عليها خمس أسابيع كذلك عند دخوله سوف يتم إخضاعه للحجر المنزلي ويتم إعفاءه من الحجر المؤسسي إضافة إلى الفئة الثالثة هو من كان مصاب بفايروس كوفيد 19 واخذ الجرعة الأولى ومضى عليها أسبوعين هذه الإجراءات هي نوع من التشجيع من قبل مجلس وزراء للناس سواء مواطنين أو مقيمين لأخذ اللقاح خلال الأيام القليلة المقبلة فهو دعوة من الإدارة العامة للطار المدني لكل المواطنين والمقيمين إلى أخذ اللقاح بأسرع وقت ممكن حتى تعود الحياة الطبيعية بإذن الله في دولة الكويت بأسرع وقت ممكن وكذلك لمواجهة هذا الفايروس والانتقال بإذن الله ونعود إلى الحياة الطبيعية في دولة الكويت من خلال كلامك هذا بالنسبة لإدارة العامة للطار المدني وقررت في الوزراء الأخيرة يمكن الناس يكون عندها لخبطة أو لغط في بعض الشيء أن الحجر المؤسسي موجود أو الحجر المنزلي الموجود هذا ينطبق على منه وهذا ينطبق على منه مهندس سعد نعم أصدرنا قبل قليل تعميم لكل شركات الطيران العاملة في مطارك الدولي لتنفيذ الآلية ولتنفيذ قرار مجلس وزراء الذي صدر أمس هذه الآلية يتم اعتمادها من قبل الإدارة العامة للطار المدني ويتم تطبيقها من قبل شركات الطيران العاملة في مطارك الدولي فاليوم أي راكب قادم إلى دولة الكويت يجب أن يبرز ما يثبت أن لديه لقاح قبل صعودة للطائرة متوجهة إلى دولة الكويت وعند وصوله إلى دولة الكويت سوف يتم التأكيد على هذه المعلومات من قبل وزارة الصحة مشكورة المتواجدة دائما في مباني المطار فبالتالي هذه الإجراءات لتخفيف الأعباء على المسافرين وكذلك من يدخل دولة الكويت اليوم واعتبارا من 21 فبراير الماضي تم تطبيق الحجر المؤسسي على جميع القادمين ولكن قرار أمس أعفى من تلقى اللقاح من دخول الحجر المؤسسي وانتقال إلى الحجر المنزلي لمدة 7 أيام بدلا من 14 يوم الذي لم يتلقى اللقاح ما زالت الإجراءات كما هي عند دخول إلى دولة الكويت يخضى للحجر المؤسسي لمدة 7 أيام ثم حجر المنزلي يستكمل في المنزل 7 أيام أخرى مهند السعد فئة مهمة عندنا أبنائنا الطلبة الدارسين خارج دولة الكويت ويحبون أنهم يعودون إلى أرض الوطن شنو راح تكون الآلية مع هذه الفئة المهمة وهي الطلبة الدارسة خارج دولة الكويت نعم كذلك مجلس الوزراء لم يقفل هذه الفئة الغالية على قلوبنا اللي هي وفاة الطلبة الدارسين في الخارج كان في السابق دخول الطلبة إلى مطار كويت الدولي لابد أن يكون ما يثبت من الملحق الثقافي بأن هذا الطالب معتمد في هذه الدولة وبالتالي يدخل دولة الكويت ويخضى للحجر المنزلي وليس المؤسسي ولكن بعد قرار مجلس الوزراء البارحة تم اعتماد ما يثبت شهادة من الجامعة نفسها أو من الملحق الثقافي وبالتالي أي طالب لديه ورقة من الجامعة التي يدرس فيها يتم اعتماد الحجر المنزلي لهذا الطالب كل هذه الإجراءات الهدف منها التخفيف كذلك على أبناء الطلبة وتسهيل إجراءات سفرهم من وإلى دولة الكويت المهندس سعد الاعتبي المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للطيران المدني شكرا جزيلا على الإضاحات هذه والقرارات الأخيرة بالنسبة من مجلس الوزراء والتعامل الأخيرة من قبل الإدارة العامة للطيران المدني أعزائي المشاهدين مثل ما أكدنا لكم من خلال مقابلتنا هذه وعلى الهواء مباشرة توجدنا الدائم في الإدارة العامة للطيران المدني وأيضا إثبات لكم ما هو جديد من قبل مجلس الوزراء من قرارات الأخيرة وأيضا من التعامل الأخيرة من قبل الإدارة العامة للطيران المدني نعم يوسف شكرا على هذه التفاصيل الدقيقة والتوضيحية للمشاهدين من مطار الكويت الدولي وبالفعل نحن نتمنى مشاهدين عودة الحياة الطبيعية كما كانت وبتلقيكم للقاح إن شاء الله ستتم العودة إلى الحياة الطبيعية